مرحبا بجميع أصدقائنا في قناتكم معالم المعرفة اليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوان كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة لقد بحثنا جيدا وجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدها بعد إضافة إلى الأزائي الأخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا دعونا الله نطل كلام ونذهب مع بعض للإستنتعي بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية تعد الحيوانات المفترسة المتطورة في قارة أمريكا الجنوبية فريدة من نوعها مقارنة ببقية الحيوانات المفترسة في القارات الأخرى من حيث أن كل منها يتميز بطريقته الخاصة في عملية الصيد فعلى سبيل المثال تصطاد ثعالب النهر الأسماك الصغيرة بينما تصطاد التماسيح المفترسة الحيوانات المائية بشكل أساسي كما تصطاد الطيور الحيوانات البلية من الأشجار أما ثعبان الأناكوند العملاقة فتصطاد جل أنواع القوارث ولكن عندما يكون الأمر مع حيوان مفترس آخر يسنف ضمن القطط البرية ونحن نقصد هنا قطة جاكوار فإن هذا الأمر مختلف تماما إذ أن هذه الحيوانات الماكرة تتمتع بسمعة سيئة في صيد أي شيء يمكنهم العثور عليه تقريبا إذ أنهم ليسوا بأكلة من السهل إرضاؤهم وبالتالي فإنهم حيوانات انتهازية بشكل لا يصدق وسيسعدون بمطاردة الحيوانات المفترسة الخطرة إذا اعتقدوا أنهم قادرون على الفوز عليها في قتال حتى الموت لذلك لا تفلت حتى الثعابين الكبيرة مثل الأناكوندا العملاقة من أن تصبح وجبة سهلة المنار لهذا المفترس القوي عندما يتقاتل الجاكوار ضد ثعبان الأناكوندا العملاقة فسيكون لديه وجبة ترضع جوعه لعدة أيام ومع ذلك نادلا ما تقتل الجاكوار الأناكوندا العملاقة وهذا له سبب معين ومعروف إذ أن هذه الثعابين خطيرة للغاية ويمكن أن تقلب الطاولة في أي وقت على رأس هذا الجاكوار أثناء هجوم الجاكوار في هذا القتال وإذا تمكنت الأناكوندا من القتال ولف نفسها حول هذا القت المفترس فيمكنها الخروج منتصرة من هذه المبارزة في مشاهد تحبس الأنفاس لكن جاكوار ليس في قمة السلسلة الغذائية من أجل لا شيء فهم يتمتعون بخبرة كبيرة ولديهم قدرات قتالية غير عادية وبهذا فإنهم سيتمكنون من قتل الأناكوندا الضخمة بالرغم من الصعوبة التي سوف تواجهها في فعل هذا الأمر في الأخير أرجوي أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نارت إعجابكم ورضاكم لا تنسوا أن نضع إعجابكم بالمقطع كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يسركم منا كل جدي